الخطأ في فحو الكلام فيما يرتبط بالشريعة فيما له علاقة بأمر من أمور الدين الخطأ في فحو الكلام ما معنى هذا؟ معنى هذا هو ما يقع من كثير من الناس ومن المسلمين خاصة من الكلام المرتبط بالدين وبالشريعة مما يعتبر كلاما محرما كلاما مخالفا للشرع سواء أكان الكلام شركا بالله تبارك وتعالى أو كان مخالفا للشرع محرما لوجود مخالفة من المخالفات فيه فهذا هو المقصود بالخطأ في فحو الكلام يعني أن يقع الخطأ في معنى الكلام الكلام الذي يتكلم به الإنسان وإن لم يقصد به سوءا وإن لم يرد به شرا لكن معنى ذلك الكلام معنى باطل معنى مخالف للشرع معنى غير صحيح شرعا وإن تعارف عليه الناس وإن لم يقصد به صاحبه شرا ولم يرد به ضر مدام الكلام معناه مخالف للشرع فيجب على المسلم أن يصوبه أن يصححه أن ينطق بالكلام السليم الصحيح فيما يتعلق بأمور الدين وأحكام الشريعة لا سيما خاصة يتأكد هذا فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى في الكلام المتعلق بالله عز وجل كثير من المسلمين يتكلمون بكلمات ويخرجون من أفواههم ألفاظا فيها تنقيص من الله تبارك وتعالى من حيث لا يشعرون لا نشك أن هؤلاء المسلمين لا يدرون ما يقولون لكنهم مع ذلك على كل حال تخرج من أفواههم ألفاظ فيها تنقيص من الله رب العالمين فيها وصف الله تبارك وتعالى بما لا يجوز وصفه به فيها نسبة شيء إلى الله عز وجل لا يجوز نسبتها إليه فهذا الأمر بخصوصه آكد مما تحدثنا عنه أولا إذا المقصود أن الأخطاء اللفظية التي يقع فيها الناس مما يتعلق بأمور الشريعة وأحكام الدين من الأخطاء التي يجب على المسلم تصحيحها وتصويبها وبالتالي تجنبها والابتعاد عنها طيب كيف يصحح المسلم العامي هذه الأخطاء وهي كثيرة لا حصر لها الأخطاء التي تقع في الألفاظ والتي تجري على الألسن مما يتعلق بالله تبارك وتعالى أو بدينه عموما لا حصر لها كثيرة جدا ويوجد منها في بلد ما لا يوجد في بلد آخر تجد كل بلد من بلدان المسلمين فيه أخطاء شائعة منتشرة في هذا الجانب قد لا توجد في بلد آخر فالمقصود أنها كثيرة لا حصر لها كيف يسلم المسلم منها؟ يسلم منها بالسؤال بالرجوع لأهل العلم لأهل الاختصاص أن يسأل من لهم الأهلية من أهل العلم عن حكم تلك الأقوال الشائعة المنتشرة التي يشك ويتردد فيها أقصد الأحكال الألفاظ المتعلقة بالله تبارك وتعالى يسأل العلماء عنها يقول من الألفاظ الشائعة كذا وكذا فما حكم هذا القول؟ هل هو جائز أم لا؟ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمنه كان يصوب للصحابة ويقوم ألسنتهم ما يخرج من أفواههم من الكلام الباطل وإن لم يقصدوا به باطلا إذا كان الكلام في مضمونه باطل ولو لم يقصد به صاحبه الباطل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصحح يصوب للصحابة ويميز لهم الصحيحة من السقيم والباطل من الحق عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال له ما شاء الله وشئت يا رسول الله هذا صحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا لا تقول ما شاء الله وشئت ولكن قل ما شاء الله وحده وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله وحده هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه لم يقصد لم ينوي لم يريد معنا باطلا بلا شك نجزم ونقطع أن الصحابي لم يريد أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ندا لله لم يقصد هذا لكن كلامه يقتضي هذا ويدل عليه فصحح له النبي صلى الله عليه وسلم الكلام بيّن له الصواب من الألفاظ وإن كان قصده حسن إذن يجب على المسلم أن يصحح ألفاظ التي تخرج منه إزاء الله تبارك وتعالى وإن لم يقصد بها شيئا قبيحة وإن كان قصده حسن لأن بعض الناس يقولون ما دام الناس لا يقصدون بتلك الألفاظ المعاني القبيحة ولا يريدون المعاني السيئة فلا إشكال الأمر هين الأمر سهل وليس الأمر كذلك نقول ولو لم يقصد الناس ذلك فيجب عليهم تصحيح وتصويب ألفاظهم وأقوالهم التي يتلفظون بها خاصة فيما يتعلق بدين الله وشرعه هذه الكلمات يجب تصويبها يجب تصحيحها ولا يجوز تركها كذلك عملا بمقاصد الناس ونياته قناة الأنس الفضائية ويحلو الأنس مع قناة الأنس